قلق دولي مستمر من التصعيد العسكري في اليمن بدءاً من الأمم المتحدة مروراً ببريطانيا وانتهاءاً بالاتحاد الأوروبي فالتطورات العسكرية الأخيرة التي نشبت في نهم التابعة لصنعاء والمحاذية لمارب رفعت من منسوب القلق الأممي والدولي على مسار التسوية المتجمدة في شواطئ البحر الأحمر الاتحاد الأوروبي الذي زار سفراؤه صنعاء الشهر الماضي اعتبر التصعيد العسكرية في اليمن مهدد لمفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودعا في بيان له ما أسماها بالأطراف المشاركة في النزاع إلى ضبط النفس ووقف المواجهات والانخراط في إجراءة بناء الثقة وصولاً إلى استيناف المباحثات المستندة على اتفاق سوكهلم كان المبعوث الأممي مارتين جريفث قد زار صنعاء إبان المواجهات بين الجيش وميليشيا الحوثي بنهم وطالب بحوار عاجل دون شروط بالتزامن مع تحركات بريطانية لدعم تسوية سياسية جديدة قالت وسائل إعلام إماراتية إنها قد تتجاهل المرجعيات المعلنة وتبنى على معطيات القوى الفاعلة في الأرض وهو ما أثار الشكوك حول محاولة إحياء خطة كيري التي تهدف للإطاحة بالحكومة الشرعية التحركات الإقيمية والدولية تزامنت مع صدور تقرير الخبراء الأمميين الذي أكد امتلاك الحوثي أسلحة جديدة منها طائرات من دون طيار وصواريخ كروز البرية وهو ما جعل مراقبين يحذرون الشرعية من خطورة التماهي مع أي تسوية قادمة تشرعن لتحكم ميليشيا الحوثي بالشمال تشابه السكهولم التي حمت تواجده بالحديدة أو كاتفاق الرياض الذي مثل سياجا يعرقل السعادة الشرعية لعدن الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي التابع للإمارات ترجمة نانسي قنقر